ما يزال قصر العزيات رغم الإهمال شاهدا على التاريخ بناه المعز لدين الله الفاطمي في سنة 972 ميلادية وأقام به مؤقتا أثناء رحلته من تونس إلى مصر فاتحا الشيخ محمود العليجي يعيش في العزيات منذ سنة 1948 رغم فقدانه للبصر إلا إن بصيرته كانت حاضرة وهو يحكي لنا ما يعرفه عن أسرار هذا القصر الجسر هذا فاطمي أنا عليهم الفاطمية ونمشي مع الوطن هذا حالي للمنطقة هذه فيه ودوين فيهم كسور كسور لك العز كما تقول ما هي كالتكي هذا أكبر ضيحية شوي ضيح من جانب منهم وقدامهم كما تقول حواصل مزيار عديرين إن جرتهم يقندوا فيهم بسدودة هكذا هذا هو عزيزين الفاطمي هذا هو الأمير هذا هو الأمير بقصر جوا فيه بير أقول أطول من البنياد هذا قديرين نحبس كما تقول في التسعينيات أجرت مصلحة الأثار ترميما على القصر وسيجته بصور ورغم ذلك فالقصر يحتاج إلى مزيد من الاهتمام لما يشكله من إرث لبي الدولة هي جاتاناها داروا من الأثار من الشحيات جواهنا داروا السيسير لكن ما مش هذيك فأن الضبوذ راح مجو ما ما هناك شهدك الأمير بحيء هذا سورة لنا ما نتخلوش عن بلكل أبدا من طلعنا منه من كم طليل مليان والأتراك واللي كم طلعنا منه مش مغارا عز الدين الفاطن خالد محمود قناة 218 نيوز العزيات